هذا أول ما تحدث عنه إذن خطابه مواضح ولذلك تجد مثلا حتى القوى التي تسمى قومية أو شيعية أو عندما تنظر إلى قناة الميادين تدعم بقوة هذا التوجه إذن الفرصة هو أن لا نعطي كانت هناك خطأ أنا في اعتقادي وأصر أن هناك حدثت أخطأ في إدارة المرحلة السابقة كيف يعقل ابتداء أن ثورة قام بها الشباب ثم نأتي وربما يصبح الرئيس أيضا نهيك على أن حزبه أيضا والرئيس عمر 89 سنة يعني صراحة إذا كانت الجزائر دخلت اليوم في هذا الوضع الباعث إلى التاريخ بأن برئيس مقعد ولا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن فتونس تدخل برئيس عمر 89 سنة متهالك الصحة بعد ثورة شبابية يعني أصبحنا في عالم نكت برغم كل ما تفترض ثم عندما تتحدث عن نهضة النهضة جزء من الشعب التونسي النهضة ليست هي تونس وليس هي الشعب التونسي ولا ننظر لها كذلك النهضة قد تأتي وقد تذهب الباقي هي تونس والشعب التونسي هذا هو الأصل في الأشياء والأصل في الأشياء أن قامت ثورة على قوى طاغية فاسدة مفسدة كان يجب أن تضع على حدود بمنطقة الثورة وبمنطقة الانتخابات التي أفرزتها أيضا المرة الماضية أما أن نفترض الجميل فعلا نحلم لا هو ممكن واحد نعم ممكن يكون في السياسة لا يوجد حلم لكن فيه تصريحات تصريحات لا يجب أن يصرح كذلك تصريحات طبعا الواقع قد يختلف 360 درجة بعد الاتخاذات أنا في مكانه أنا في مكانه سأقول أكثر من ذلك إذا كنت غير صادق للأسف لأنه عودون السياسيين أنهم يقول طبعا ونحن سنجمع الجميع لأنه شاف أن النهضة ليس لديها الآن وكانه يريد أن يستعطف لأن القاعدة يبدو أن قاعدة النهضة في أغلبها إن لم تكن كلها ماضية في اتجاه صحيح أعتقد وهو دعم المرزوق المرزوقي ولذلك هو يريد أن يذهب إلى أنه متخفوش لأنه الناس تعرف صراحة أنا أثق كثيرا في الشعوب أكثر من النخب السياسية وأكثر من الحكام شعب التونسي بحركة واحدة وفي لحظة معينة وبمعجزة أمام الناس أسقط نظام بن علي الذي كان يعتقد أنه لن يسقط فأنتعرف أن ابو تفليقة مثلا وحتى أو يحيى في الجزائر كان يعتبره بن علي مثال بالرغم أنك عندما تذهب إلى تونس تجد أن بعد ستين سنة من الاستقلال أو يزيد أو يقترب ستين سنة يعني صراحة متهالكة لا خدمات حقيقية ولا بنية تحتية يعني أقصى ما في تونس هو شارع في خمسمائة متر بعد هذا الستين سنة طبعا قلة الموارد أضف إليها السرقة والنهب فهذه نتيجة طبيعة هل هي هل تونس أقل موارد من كوريا الجنوبية نعم هل تونس أقل موارد من اليابان أنا أتحدث الموارد طبيعية لأن البشر نحن كلنا بشر اليابان كلها زلازل لكن شوف اليابان وين هي الآن كوريا الجنوبية شوف هي وين هي الآن ماليزيا شوف وين هي الآن لأن أيضا ليس هناك سرقة في تلك الموارد ليس هناك مال فاسد ليس هناك استحواذ على السلطة هاي الجزائر تنام على البترول والغاز هاي السعودية تنام على البترول والغاز هاي الإمارات العربية واش عملوا به بالعكس ما زالت الأمور متخلفة ومتخلفة جدا إذن القضية ليست إمكانيات مادية لكن في الأصل هي إمكانيات بشرية إرادة الحكم الراشد هي الحكم الصالح نعم وذكر أن سبب الانسحاب هو الاحتجاج على توظيف المال الفاسد الآتي من الداخل ومن الخارج ولما سألته عن الأدلة قال نعم وزير الداخلية أكد لي أن هناك مالا من دول خليج يدخل لدعم مرشحين هل يكفي هذا سببا للانسحاب؟ هل وضع هذا كان في الانتخابات التشريعية؟ ولم ينسحب السيدة عبداللوف العيدي وكان ربما حتى قبل الانتخابات التشريعية وبقي مرشحا لنفسه لماذا في هذه اللحظة بالذات ينسحب؟ ما هي الأسباب الحقيقية إن استطعت أن تقرأ ما وراء الانسحاب؟ هل فعل احتجاج على الوضع؟ وهو قال محاولة تعريط الوضع هذا أمام المشاهد الناخب التونسي أم أن هناك أسباب أخرى؟ أعتقد أن الراجل صادق فيما يقول سراحة نعرفه شخصيا وراجل مناضل ومناضل منذ فترة طويلة وأتذكر ما زلت أتذكر قبل سنتين عندما التقيت كيف روى لقصة هروبه من بورغيبة في 73 عبر جبال الجزائر الحدود المشتركة التونسية الجزائرية يعني الراجل يأتي من فترة طويلة في النضال وأيضا تعرض لكثير من الضغوطات ومن المصاعب في أيام بنعلي وثبت الرجل على الموقف فأنا ألمني جدا حقيقة والانقسامات اللي شهدناها في القوى الثورية التونسية يعني خاصة مثلا انقسام حزب المؤتمر بخروج عبو وهو كذلك نعم وخاصة هو بعدين عبو خرج أيضا من المؤتمر هو أيضا خرج بطيار بحزب آخر بطيار ديمقراطي نعم لكن الانتخابات الرئاسية منذ البداية أعلن دعمه للمرزوق يعني هو هذا ومنخرط في حملته كذلك صراحة صراحة مهما كانت الخلافات لم يذكر حتى أني انسحبت من أجل توفير حضوظ أكثر للمرزوق يعني نعم شوف صراحة مهما كانت الخلافات لابد أن الناس تنظر إلى الصورة الإجمالية والبعد الحقيقي للأشياء وليس إلى خلافات شخصية هنا أو هناك إلى خلافات فرعية هنا أو هناك لأن ما يجمع القوى الثورية على اختلاف توجهاتها سواء العلمانية المعتدلة أو الإسلامية المعتدلة أو الإسلامية الأخرى أو الإعلامية كل هذه القوى الوطنية يجب أن تنظر إلى شيئ واحد الثورة في خطر الذين أسقطوا بن علي ومجموعة بن علي تعود وبقوة اليسار المتنطع الاستئصالي يريد خرابها المال السياسي الخليجي وتدخلاته الإعلامية النظام الجزائري من هنا فرنسا من هنا يعني هناك خطر حقيقي على هذه الثورة وعلى مهد الثورات العربية وهناك ردة حقيقية هذا ليس تخويف شاهدنا ما يحدث في مصر نشاهد ما يحدث في سوريا في ليبيا يريدون قتل الحرية يريدون أن يجعلوا الناس تكفر بشيء اسمه التحرر اسمه الثورة على الطغيان اسمه الثورة على الظالم اسمه بناء الدولة اسمه الحكم الراشد يريد الناس أن تكفر وتصبح فقط أسيرة الخوف والبحث على الأمن والأمان إذن أنا لا أفهم أن هذه القوى الثورية سواء المنسحب منها أو المش منسحب سواء أن لا تلتف حول شخص واحد ما كانت خلافات أنا شخصيا عندي بعض الملحظات على المرزوكي لكن في نهاية المطاف هناك عندما تقوم بعملية التوازن هنا قوى ثورية وهنا قوى استبداد مهما حاولت أن تظهر أو تتجمل أو تقول كلمات جميلة هذه هي كانت مبادرة حتى حركة النهضة الرئيس التوافقي لكن هذه القوى المحسوبة على الثورة ومحسوبة على القوى الاجتماعية رفضت الانسحاب يعني الشابي ونفسه رفض العيادي كذلك بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي كل واحد رفض الانسحاب مؤكدا أنه هو الأوفر حظا فبالتالي هذا في كل حالات هو تشتيت لأصوات الناخبين تشتيت أو تقليل من حظوظ سيد الدكتور المرزوقي في حين أنه الطرف الآخر من الناحية الثانية يعني ينسحب وهناك حديث الآن ربما حتى أزنادي وكمال مرجان كذلك يلتحقون بقائمة المنسحبين من أجل وهذا شاهدناه كما قال الأستاذ عبد الحق من تونس قال أنه شاهدناه في الانتخابات التشريعية الماضية رئيس الحركة الدستورية الحامد القروي لم يحصل حتى ولو على صوت واحد في دائرته هو المترشح فيها مما يدل على أنه هو نفسه لم يصوت لنفسه بل صوت لحزم دا التونس تمكن كل هؤلاء من توحيد صفهم ولكن ما زالنا ننتظر إلى حد الآن أن الصف المحسوب على الثورة لم يتوحيد وهذا المؤمن لماذا بالتقديرك؟ هذا حب في الكرسي حب في ماذا أن نتحكي بصراحة كثير من الناس الشاب ليس حضوضه مثل حضوض المرزوق بن جعفر حضوضه ليست كذلك حضوضه لا هي الانتخابات السابقة أثبت ذلك وإن كان هؤلاء الناس وطنيين ومناظلين إلى غير ذلك لا يشك أحد في نظيل لكن لماذا لم ينسحه؟ هذا أحيانا لأنها أحيانا تكون نظرة قصيرة يعني أحيانا الإنسان ينظر نظرة قصيرة وأحيانا طبعا تدخل فيها حضوض النفس وأنه لمالأ أنا أو يدخل فيها بعض الخلافات السابقة ولن بينما عندما تكون النظرة مخلصة للوطن مخلصة للشعب مخلصة تقوم أنت بعملة الإثار ثم خاصة أيضا بدون أنك واضح أن كل الطيارة أو المترشحين المحسوبين على الثورة بشكل أو بآخر يعني حضوظهم أقل بكثير من المرزوكي نعم عندما تعطي هذا الانطباع للشعب أنا متأكد أنه في الدور الثاني سيذهبون هذا الاتجاه لأنهم وإلا يكون هناك جنوب حقيقي لكن كان المفروض حتى قبل ذلك لأنه عندما تعطي هذا الانطباع للشعب لأن الناس تتأثر بالشخصيات الثورية تتأثر بالشخصيات التي لعبت دور التي قاومت الاستبداد عندما تجدها ملتائمة ومجتمعة وتتجه في اتجاه واحد هذا يرفع من نسب الأمل ويرفع من نسب التحمس لهذا ذهب ثم هناك مشكلة كثيرين قد لا يذهبون للانتخابات وهم يرون هذا التجردم وهذه الأوضاع فأنت في المرة الماضية كان الانتخابات 60% الذين ذهبوا 2 مليون لم يذهبوا بالضبط فقضيت هذا 2 مليون متى أو على الأقل خلينا نقول مليون منهم يعني نصف منهم حتى تصبح 80% وهذا ممكن جدا أن تصل النسبة إلى 80% أو على الأقل 75% هذا عندما تجد الناس أمل والأمل أساسا يظهر عندما يكون هناك نوع من التوحد نوع من ترك المصالح الخاصة والمصالح الشخصية والمصالح الحزبية لنظرة إلى الوطن أنا لا أقول أن المرزوجي سيكون مرة أخرى هو الملهم لكن إما تعتبروه أفضل خيارات القائمة أو تعتبروه أقل الخيارات سوءا سوءا نعم لكن هذا كما ذكرت الأمر الذي يبقى محيرا هو الواضح من خير خلال التسريبات سبر الآراء التي ممنوعة طبعا بنص القانون في تونس في الفترة هذه الحالية أن هناك تداركا كبيرا للدكتور المرزوقي وارتفاع للأسهم طبعا هذا سيكون بعد قليل سيكون موضوع حديثنا وبتحليل أكثر ولكن في النهاية مع هذه الدقاقة التي بقيت اليوم اختتم المجلس الوطني التأسيسي أعمال وانتهى الآن كانت الجولة الختمية كل النواب كانوا حاضرين وصلت أجواء احتفالية كما تقول الأخبار يعني هل أدى المجلس التأسيسي بتقديرك دوره في الفترة الماضية لو قلت في كلمة واحدة أقول لك أدى بضعف كبير وبنقص ربما في الخبرة واضح لكن أدى أيضا بنوع من التوافقات التي في اعتقادي أنها لا تخدم تونس على المدى المعيد أدى أولا بظهور دستور توافقي وهو أقرب إلى إلى اتفاق من أنه إلى تأسيس مجتمع مشروع مجتمع عندما تقرأ الدستور التونسي صحيح فيه كثير من الأشياء الجميلة لكن لا يؤسس الأبعاد الحقيقية لتونس ولا يعطيها لذلك البعد الذي كان متوقع البعد الثوري لدستور ثوري لم يعطي دستور ثوري أنا أعرف أنهم كانوا تحت ضغوطات رهيبة وكان هناك انسحابات والضغوطات الداخلية سبب هذا الدستور جوان نعم ونجحوا في إخراج دستور أقول أنه أقرب إلى التسوية الدستورية من أنه دستور مؤسس إلى مجتمع حقيقي لا لابد أن أنا أعتقد أن هناك مشكلة حدثت الثورة في تونس لكن مع غياب بعض الثوريين أو الفكر الثوري أحيانا يعني أحيانا أنه لم يذهبوا الناس بعيدا في الدفع بذلك صحيح أن الظرف الإقليمي دائما أجد لذلك بعض التبريرات الظرف الإقليمي الإنقلابات الإنقلاب في مصر كل هذا يخوف يخوف ويخلي بعض قيادات النهضة تنظر إلى الأمور ربما الحفاظ على النافس ربما الحفاظ على حدود معينة في تونس هذا مفهوم لكن صراحة لابد أن يكون العمل ببعد ثوري أن يكون العمل بإعطاء لتونس والتونس ماذا أرادوا أرادوا الكرامة أرادوا العيش الحر أنه الإنسان ما يبقاش يعني الآن يريدون أن يكفرهم بالثورة يعني الأسعار التي ارتفعت الإضرابات الاحتجاجات كل شيء وكانوا يراد ما يسمى بالإرهاب الذي يحرك هنا وهناك من المناسبة أنا لا أستبعد أن في الدور الثاني خاصة تقع عمليات إرهابية وربما إرهابية كبيرة لا أستبعد ذلك لأنه يراد عندما ينضر ربما لأن المرزوبي خاصة الآن مسوقعت عملية بسيطة هكذا أنا لا أستبعد في الدور الثاني لأن الدور الثاني سنجد أنفسنا أمام قاعد السبسي 89 سنة متهالك الصحة تماما ومع المرزوبي وجه ثوري إلى آخره وربما تخاف القوى الإقليمية والداخلية أيضا من فوز المرزوبي فتلجأ إلى تحريك العنف لأن العنف ما زال للأسف سواء كان القائمين بإسلامهم حقا أو غيرهم ما زال يحرك لأسباب سياسية والدليل على ذلك هو أن مقتل الرجلين الأول في فبراير ثم الثاني في جوليا النائبين شكرا بالعيد ومحافظ براهم كان الهدف الرئيسي من أن نستغل الاستغلال فاضح في إضعاف القوى الثورية في إضعاف المجلس التأسيسي في إضعاف الدستور في إضعاف المجتمع وتونس إجمالا أستاذ العربي أشكرك وستبقى معنا في الفقرة الموالية فقرة قراءة الصحة